يروح ليه اللقطتين بتاع صفقة النادي الأهل الجديدة اللي تاني هقول جملة قبل ما بتريأتكلم عليه ده لحكم ولا شرح عن الراجل ولا بنحكم عليه ولا مش下面 سهتم على العيب قبل ما يلعب سبع تمام وراء ولا تقييم شامل ده ده انتباع انتباع مبدئي عن اللاعب وماذا يمكن أن يضيف كريستو ليه النادي الأهلي محمد الضاوي كريستو صفقة النادي الأهل الجديدة اللاعب النهاردة عشرين هذه الدقيعة بص يا كريم هو ده اللاعب الراجل طالع بالكورة تلاتين خمسة وتلاتين اربعين متر ما عندوش اي مشكلة ابدا ابدا انه يخش ويحط الكرة تحت رجله ويعمل ويعمل بشكل جيد. الكرة التانية واللقطة التانية عشان اقول لك اهم صفاتين موجودين في كريستو. كمت. الراجل هنا راح خلص من اللاعب بمنتهى البساطة على الخط. بمنتهى البساطة. لعيب جريء جدا يا كاريه. لعيب جريء جدا. ما عندوش اي مشكلة. وهنا طبعا كان فيها فاول لبي يحتسب. لكن الراجل مستين مهمين جدا في كريستو بعد ما شفنا الكورتين دولا كريم. انا جبت الدول كميسال للعشرين ديها اللي لعيبها كريستو. رقم واحد. لعيب سريع جدا. دريبلر مميز بالكورة. والنقطة الاهم. الشخصية والجراءة. النقطة نهاردة الراجل بيلعب في مباراة في كاسماسة فيه تلك تلاف متفرج موجودين. اه عدد مش كبير. لكن تحت ضغط جمهور الاهلي بالسوشيال ميديا. الراجل ما عندوش اي مشكلة خالص. ان الكورة يحطه كورة تحت رجل ويعدي من واحد. والتاني. ويكمل. دي شخصية. مش تاني. ده مش حكم على اللعيب. ولا بنقوله انه هو هيدي. لكن ده بيقولك انه اللعيب عنده الشخصية. لعيب عنده السرعة. يقدر يسحب النادي الاهلي ويعمل له الترانزيشن. في شكل. احيانا هلجأ له النادي الاهلي. في واقع كتير مباراته هذا الموسيقى.